يعود فريق المغرب رياضي الفاسي إلى أجواء البطولة الاحترافية الأولى من جديد بعد غياب دامت 49 يوم منذ آخر مواجهة خاضها الفريق في الجولة الخامسة أمام فريق الوداد الرياضي في 27 من ديسمبر من العام الماضي عودة المغرب الفاسي للبطولة تأتي بعد فترة استعداد مطولة تخلى لها عدد من اللقاءات الودية أمام شباب أطلس خنفرة التعادل ثلاث أهداف لكل فريق أهداف أجراء وكيلي والجناتي وأمام يوسفية برشيد الانتصار هدفين دون مقابل هدفين عينة وأجراء والهزيمة أمام المنتخب الوطني للشبان هدف دون مقابل الانتصار على منتخب شبان أفريقيا الوسطى بثلاث أهداف نظيفة مرموق خضروف وديارة والهزيمة أمام فريق الجيش الملكي بثلاث أهداف لهدف سجل للماص ياسين الوكيلي تغييرات ترأت أيضا على تشكيلة الفريق التي تعززت بأربع لاعبين أيوب لكحل عمر كومارا أيوب البوزيدي وأسماعيل بن قطيب هذا الرباع الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية هو نفس عدد اللاعبين الذين غادروا الفريق أليون داي حمزة بوية الشرق البحري وعبد الرحيم مقران العودة لاستئناف البطولة الاحترافية الأولى ستكون من بوابة فريق أولمبيك أسفي مواجهة مع الفريق الذي كان على موعد مع لقاء مع المغرب الفاسي في مدينة العيون وانتصر أنداك المغرب الفاسي في نهاية مصابقة كأس العرش قبل أربع سنوات من الآن 22 لاعب اختارهم المدرب عبداللطيف جرندو للتوجه لمدينة أسفي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار ضمن فرق المقدمة حيث من متوقع أن يعتمد جرندو على التشكيلة التالية البرقادي إيشو أغردوم مرموق إضافة إلى حمامي في الجهة اليمنى على أن يكون وسط الميدان من الثلاثي نيلسون وعينه الفقيه وفي الخط الأمامي ديارة لك حل وأجرائي تاريخيا التقى الفريقين في 22 لقاء في القسم الأول إضافة إلى أربع مواجهات في مصابقة كأس العرش في البطولة انتصر المغرب الفاسي في ست لقاءات أولمبيك أسفي في خمسة وتعادل في 11 مواجهة سجل المغرب الفاسي 26 هدف مقابل 21 هدف لأولمبيك أسفي هدى فريق المغرب الفاسي في لقاءات الفريقين هم ثلاث لاعبين ديغانا جيفرسون والعياطي هدفين بينما هدى فريق أولمبيك أسفي هو إبراهيمان ديون بأربع أهداف مصابقة الأسبوع ذكرت أن هناك عدد من اللقاءات التي جمعت الفريقين 22 لقاء في القسم الأول المصابقة تتشكل من ثلاثة أسئلة والإجابة تكون في تعليق على الفيديو السؤال الأول في أي موسم جرى أول لقاء بين الفريقين السؤال الثاني ما هي تشكيلة فريق المغرب الفاسي في أول لقاء ومن كان مدرب الفريق السؤال الثالث هو للفصل بين أصحاب الإجابات الصحيحة ما هو توقعك للقاء الأحد بين الفريقين الإجابات الصحيحة الثلاثة الأولى سيتم منح أصحابها قميص فريق المغرب الفاسي وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر